بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله شعبنا العظيم سبق وإنه هناكم على أن الوباء اللي سائل الكورونا هذا في البلاد أراه لازم من المحافظة منكم ولازم من الالتزام ولكن حقيقة أنتوا لم تلتزموا اليوم 434 حالة جديدة هذا كله من عدم الالتزام والاختلاط وإقامة المناسبات المعازي والأفراح سبق ونذكرت كم شعبنا العظيم قلنا كامراه ممكن حنقوموا بإجراءات تسعيدية في المستقبل من قفل ما بين المدن الآن نحن نصدر كم تعليمات اليوم لجميع أفراد الداخلية والقوات المسلحة بقفل المدن نهائيا من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة السابعة صباح يعني عندك فرصة تتحرك فيها من السابعة صباحا لغاية الساعة ثلاثة ظهرا إذا كان عندك أي منشط خاص أو أي عمل أي سيارة خاصة ممكن تشتغل والباقي لازم تلتزم بيوتكم تمنع المناسبات ممنوع إقامة المعازي ممنوع إقامة الأفراح لأننا نحن الآن نصل إلى وضع كالثي حقيقة ما يسمى يقول لك التعايش مع المرض نحن ما تعايشنا معه نحن زادنا الحالات الوباء أكثر كل يوم في مدينة حالتين ثلاثة وفاة أصبح الأمر خطير جدا وعليه نحن قررنا اللجنة العليا أن يكون قفل ما بين المدن نهائيا وداخل المدن ما بعد الساعة ثلاثة إلى الساعة السابعة صباحا يقفل الحركة بين الأحياء والمدن لا يمكن أن نحن نسيبوا الوضع بشكل رضا إذا كان الناس مش واعية والناس مش فاهمة أو في من يحرك فيها بأياد خبيثة نحن نفطنوا أن نحن نروا المرض كثير عندنا حالات الوفاء كثرا بشكل غير عادي وغير مسبوق في ليبيا صراحة ونحن المواطنين تقول لا تدير فرح لا تدير عزاء يعني يا أخي نحن الحفاظ على حياتك أنت بالدرجة أولى وقال حياتنا جميعا فإذا كان في أي إنسان متهور حتمنا الشرطة والجيش ونسأل الله الشفاء العاجل اللي مرضانا الآن ونسأل الله الشهدان في معارك القتال مش في كورونا أنا مم يتقبلهم الله بالرحمة لأن الكورونا هذا أنت سببها قلنا لك حافظ ما بيت تحافظ الشهادة والشهادة والمجل الخلود الشهاداء ليبيا جميعا السلام عليكم